ضمن جهود تمديد الهدنة في اليمن وفدين من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وحركة الحوثي يتبادلان زيارة الأسرى لدى طرفي الأزمة اليمنية حسب ما أعلن التحالف الذي كشف المتحدث باسمه العميد روكن تورك المالكي أن هذه الزيارة تكتسي الطابع الإنساني وتعنى بملف الأسرى كحالة إنسانية بحتة كما أنها تأتي كإحدى مكاسب الهدنة والسعي لتمديدها مبينا أن ملف الأسرى يحظى برعاية واهتمام خاصين من قيادة التحالف التي تستمر في بذل كل جهودها لإطلاق صراح جميع أسرى الحرب فيما تجري تحذيرات لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لإطلاق عملية عسكرية واسعة ضد جماعة الحوثي حسب ما كشفته مصادر حكومية وعسكرية يمنية رفيعة وتوازيا مع ذلك عاقد مجلس الأمن الدولي الخميس جلسة إحاطة واخرى للمشاورات بشأن الملف اليمني استمع خلالها أعضاء المجلس إلى إحاطة من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندنبرغ وتكثف الأمم المتحدة جهودها من أجل تمديد وتوسيع نطاق الهدنة التي استمرت شهرين وانتهت في الثاني من أكتوبر الجاري هدنة قال بشأنها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن بلاده والتحالف والحكومة اليمنية حريصون على تمديدها فيما اعتبرتها الخارجية الأمريكية أنها تفتح الطريق إلى عملية سلام دائمة وشاملة في اليمن المهدد بالعودة إلى الحرب التي يودت بحياة عشرات الألاف وحاصرة الملايين في دائرة الجوع اشتركوا في القناة